السلام عليكم ورح طلق ركادت وحبيب قلبي أقلم بكم حشتوني جدا 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 أنا بحباكم في لها فعلا والله بس خليوا ما طولش في الهاتة دي واخش في الموضوع اللي أطول ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج لأسباب عشان ينقذك من مشكلتك اللي مضايقاك ومقرقاك ومتنا يمكشي الليل ومبيتك معيط ومطلع عينك وعمل في كل اللي هي عملا ده الأسباب هي حاجات احنا بناخد بيها في السكة كده عشان ربنا يكرمنا ويحللنا مشاكلنا ربنا مبعتش مطافي مثلا يطفو النار لا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يا نار انت بتحرقي لا انت مش بتحرقي ربنا اللي يجعلك تحرقي واللي يجعلك تحرقي قادر يخليك متحرقيش بيجعلك برد وسلام لما سيدنا موسى ومع ابني إسرائيل وصلوا للبحر قال أصحابه موسى إنا لمدركون احنا تقفاشنا موسى خلاص وهنتعذب وهيطلع عينينا قال كلا إنا معي يا ربي سيادين احنا مش محتاجين قارب عشان نعدي بحر ده هي يا ربنا يأمروا يخبطوا البحر خبطة خبطة واحدة البحر يتحول لأرض يمشوا عليها وييجي يخبطوا تاني يقولوا ربنا لا ملكش دعوه فييجي يفرعون يلحقهم البحر يغرقوا فبحر انت بمتغرقش اللي يخليك تغرق هو ربنا سبحانه وتعالى وقدر يخليك أرض فربنا سبحانه وتعالى قادر يخلي كل اللي في حياتك يتحل من غير أسباب فأواع تتعلق بالأسباب بقولك ما تخدش بيها لا أخد بالأسباب طبعا واسع فيها لكن افهم وانت بتسعى فيها ربنا مش محتاج الأسباب دي أصلا عشان حلات مشكلتك تعلق بالله قبل أي حاجة أنا بحبكم في الله شوفكم بكرة بإذن الله تعمل عشان تحقيق الساعة سابعة تلعرق كل فيديوهات لو انت بتشوفني على اليوتيوب هتتنسى تعمل لايك وتعمل سبسكرايب لو نزل تحت في الـ Description هتلالينك للPatreon انا حابب تدعونا القناة ولو حابب بقول الأكانت بتعطي عصوش ميدا تماما في كل حدة وإذا انت تتبارج على الفيسبوك تنسى الاشتراك للصفحة لايك للفيديو شارع ومشن لأصحابك السلام عليكم